السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله تعالى راح نشرح سكشن 27.4 جيولوجيك تايم بهذا درس يا أصحاب عندنا ثلاث مفهيم رئيسة أهمها هو إيش العمر النصف مفهوم مرة سهل ومرة حلوف خلونا نبدأ فيه خلونا نشوف أول شي هذه إيش دارة الكاربون أو مجموعة دارة الكاربون اللي بعد فترة من الزمن راح يتحول إيش بعضها ثم بعضها ثم بعضها إلى إيش إلى نايتروجين فهذه الكاربون هي الأصل فإحنا إش راح نسميه سميه البارد هي الأم بينما نايتروجين هي الأبنة هي الفارع ممتاز فالآن خلونا نروح للجدول اللي ما أخده من سليداتك ترابل ليسا الله تسحو العافية ومرة راح يوضح نحن مفاهيم فخليك تمركز معاي ويلا كبداية إيش قال لك قلنا إيش البارد هنا أو قلنا ناخد المؤشر نعم إيش هو البارد؟ قلنا الكاربون هو البارد إيش هو الدوتر هو الفارع هي الأبنة هي النايتروجين ففي البداية افترض فقط إحنا الآن جايزين نفترض إيش؟ قال لك افترض عليك إيش 4000 ذرة من الكاربون حلو؟ حلو بعد فترة من الزمن إيش راح يصير؟ الله عليك هذه 4000 راح تصير النص راح تصير 2000 راح تنقسم عليه 2 طيب الألفين البقية انعدموا وراحوا؟ لا تحوله إلى إيش؟ تحول إلى نايتروجين فالآن أصحاب بعد 5730 سنة طيب ذرات الكاربون فقدت نصها وصارت نايتروجين فصارت النسبة بين الدوتر والبارد 1 to 1 في البداية كانت 0 لأن أصلا ما كان فيه دوتر حلو نكمل أيضا بعد 5730 سنة من بعدها راح تنقسم إلى النص وراح يصير كم عندنا ذرات كاربون؟ ألف بس طيب الألف اللي خسرناه من راحت صارت نايتروجين فصارت النسبة بين الدوتر والبارد كام 3 إلى 1 كل ما عندنا ذرة كاربون صار علينا ثلاث ذرات نايتروجين عندنا ألف ذرة كاربون صارت عندنا إيش؟ ثلاثة ألف ذرة نايتروجين برضو الحالي استمر نقسم على 2 صار عندنا إيش؟ 500 ذرة كاربون أيضا 500 هذه من الأفل إلى 500 راحت النايتروجين صارت النسبة كم؟ 7 إلى 1 زي ما تلاحظ بعد كل هذا العمر 5730 5730 5730 للمرة الخامسة كم شوية إيش؟ الكاربون قاعد يخسر نصف عادة ذراته وهذا هو إيش؟ باختصار هو عمر النصف فسؤال أنا أسألك الحين هذا الرقم يعني أوكي تقول لي دعنا أمسح كل شي نعم لما أنا أحسلك هنا إيش النسبة بين البارنت والدوتر تقول لي هم ما تسوين فأنا أعرف أنهم وان تو وان طيب لما نقول لك الآن 3875 و125 كم النسبة اللي بينهم؟ شا تسوي؟ بكل بساطة الموضوع سهل تقوم تقسم 3800 تقوم تقسم هنا 3875 على كم؟ على 125 يطع لك كم؟ يطع لك 31 طيب بنفس الوائك تم تقسم هذا الطرف أنت قاعد تقسم إيش؟ هذا الطرف الأيسر بعد فيصر إيش؟ واحد لكل 31 لكل وان بارنت عديني 31 32 وهذا الشيء اللي هو إيش مكتوب هنا وحكينا إحنا إيش؟ لازم نطلع أبسط شكل نقدر عليه البرنت لازم يكون واحد الدوتر قد يكون أي رقم فالآن يا أصحاب لدينا هذه المعادلة الأولى لأمامكم بالمستطيل الأول اللي يقول لك هذا الدوتر وهذا البارنت إيش المهم؟ المهم هذا الان راح نحتاجه مرة كثير الان هو عدد مرات لطمحلال الهاف اللايف كم مرة الكرب الحقنا قسمناه على اثنين كم مرة طمحل فمثلا هنا كم مرة طمحل نقول مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة هذا الخمسة تمثل إيش؟ تمثل الان ممتاز والآن آخر شيء وخلاص نقدر لو عرفنا هذا الشيء نحن الجميع الأسئلة بإثن الله ألا هو هذه المعادلة الجميلة عمر الصخرة أو المادة أو خلق نقول الصخرة عشان تكون أفضل عمر الصخر إيش يساوي؟ ساوي الهاف لايف الآن بحالتنا إيش هو الهاف لايف هو هذا خمسة ألاف وسبعمائة وثلاثين هذا هو عمر النصف لذرات الكاربون في حالتنا على سبيل المثال أوكي هذا هو عمر النصف كل ما تجي خمسة ألاف وسبعمائة وثلاثين راح إيش يتقسم على اثنين طيب الان هو إيش؟ الان هو عدد مرات لغ محلال فرق الهاف لايف هي المدة الزمنية ليحتاجها العنصر عشان يطمحل إلى النصف أوكي؟ المدة الزمنية زي ما قلنا هنا خمسة ألاف وسبعمائة وثلاثين بينما الان هي عدد المرات ممتاز؟ عشان أفكركم شو نسوي؟ نسوي كذا شوفوا كيف نجيب هنا السماوي أوكي نقول إيش؟ لا أوكي هذا خمسة ألاف وسبعمائة وثلاثين خمسة ألاف وسبعمائة وثلاثين خمسة ألاف وسبعمائة وثلاثين نفسه هنا نفسه هنا هي إيش؟ هي الهاف لايف بينما ناخذ الأحمر الان هذه هي إيش؟ هي التو أو الثري أو الفور أو الفايف صح؟ ليه نفسه إيش؟ هذي وهنا حط لها لك بشكل مرتب أكثر فالآن بعد ما خلاصنا نخلى وإنه إيش نشوف الأسئلة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا السؤال يقول لك الرحمن الرحيم حلو، ايش قلني قولني راح نستخدمها؟ أو شنوشان مهمة؟ فقط هذولي هذول المستطيرين كذا أبغاك تفكر فيهم تفكير كبير أبغاك قبل اختبار تحفظهم حلو، مرة سهلة فخلونا الآن نشوف هذا كلام اللي ما علينا منه أوكي، أول شي ايش عضانا؟ قال يا صاحبي البارينتو دوتر اللي هو ايش؟ نفسه هذا ف ايش قال؟ بارينتو دوتر، كم عطاك هي؟ 1 to 15 فالآن ايش تقول؟ تقول لا إله إلا الله 1 أخذنا أخذ بالأسود 1 to 15 بارينتو دوتر يعني هذا ايش؟ هذا هو الدوتر وهذا ايش؟ هو البارينت قال المعتاد البارينت دائما يكون واحد خلصنا؟ خلصنا، خلصنا If the half life to the parents I stop is seven thousand years حلو؟ ايش هذا؟ ايش قالك؟ هاف لايف شفت هذا الهاف لايف؟ طالع، هاف لايف، كم عطاك؟ سبعة ألاف هي نفسها هذي هي نفسها ايش؟ هذي الآن قلت أشرح عليه واخفيتها فالآن إيش نحتاج نطلع العمر قالك how old is this rock؟ حلو؟ نبغى نعرف يا أصحاب الـage كيف نعرف الـage؟ لازم نعرف الـin طيب، كيف نعرف الـin؟ أهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقلنا هاذي العلاقة طالع هو الآن قلبها ما هاي مشكلة احنا أيضا نقلبها... هااا 2 N مانس 1 هذو الهة ايش؟ نفس بعض فإيش معناته معناته يا صاحبي أن هذه الففتين تساوي أوف لا صوت خطأ آه صوت خطأ لحدي غلط مثلي 2n-1 زي كذا ما هي فول فبالتالي قلنا أن هذه الففتين إيش تساوي ساوي 2 to the power n-1 فأنت يا صاحبي إيش تساوي دي حين تقول 15 يساوي 2n-1 تودي 1 الطرف الثاني يساوي 2 60 2 to the power n بالتالي الآن يساوي أربعة طيب هذه الآن يا صاحبي إيش ها هذه الآن هي نفسه هذه هل مني طلع الـ age يس بدنا نطلع الـ age خلاص صار عليك الـ half life معطى وطلعت أنت الآن بالعلاقة البر أنت دوتر فالآن يا صاحبي وبكل سهولة تجي وبكل ثقة تقول الـ age إيش يساوي الـ half life كم الـ half life معطى من بداية السؤال سبعة آلاف ضرب كم ضرب الآن اللي انطلعتها اللي هي أربعة وكم رح يساوي عمره الأصلي الله عليك 28 ألف سنة بهذه السهولة خلوا نشوف السؤال اللي بعده في ثاني سؤال عندنا إياها اليوم يقول So, support ratio of parent to daughter isotopes in an ingineous rock is one to three the half life of the parent isotope is 1.3 billion years how old is their example نفس الكلام إيش نحتاج يا صاحب نحتاج هذولي طيب أولا أعطاك parent to daughter صح نعطاك إيش أعطاك إيه هنا one two three فالآن نجيب هذي أو yes نجيب هكذا إيش نقول نقول one two three هذا هي نفسه إيش one two two to the power and minus one فبالتالي daughter إيش تساوي تساوي هذه الفورميلة أوكي هذه الثلاثة تجيبها هنا تقول إيش تساوي two to the power and minus one تفديل one الطرف الثاني صير four يساوي two to the power and two إيش يساوي يساوي two أو قلجنا الان إيش يساوي يساوي two الآن أنا وياك إيش طلعنا هذه الآن يساوي two ينفسها الآن هذه طيب هل عدنا half life يس رضا إتمأشرت عليها the half life of the isotopes one point three billion years ينفسها إيش نفسها هذه هو إيش طلب قال لك يا صاحبي how old is the rock sample كم عمرها عمر هذه الصغرة كم فالآن بكل بساطة مثل ما قلنا في سؤال الماضي الـ age يساوي half life وهي one point three billion years مضروبة بكم بالأن طلعناها وهي number of half lives وهي تساوي كم طلعناها اثنين وبالتالي جوابنا راح يصير يا صحاب two point six billion years بهذا البساطة دخلو نشوف سؤالي اللي بعده في هذا السؤال يقول لك a rock contains 11,250 atoms of radioactive baron element A and 348,750 atoms of stable daughter element B the half life of element A is 6.25 million years what is the absolute age of the rock containing these parent and daughter elements طيب سؤال قد يبدو هاش جديد فعلا ايش حننساوي ايش قلنا كبداية عطاك ايش عطاك ايش قلك هذا parent وعطاك ال daughter هنا صح حلو حنش نساوي طالع معي نفس القوانين تحط daughter على الطرف والparent على الطرف اوكي فما يفرق بدلت انا راح احط هانتها لترتيب daughter علي صار والparent علي يمين بس عشان هاريح اوكي فالدوز الكم عندنا قالك في السؤال 3 4 8 7 5 0 حلو الى كم الى 11 250 الان يا اصحاب هذا الشكل غير مقبول لازم نحن نبسطه كيف نبسطه نقسم على العدد الاصغر الاصغر هو ايش هو 11 250 فانا راح اقسم على 11 250 بهذا الطرف راح اقسم بهذا الطرف ايش 12 250 فلما تحسب ها بالحاسبة طبعا راح تتحول الى ايش الطرف الايمن راح يصير واحد والطرف الايسر راح يصير كم 7 50 قسم 1 150 يصير كم سير 31 اها هذا الشكل احنا احنا نحبه هذا الشكل الصح هذا الشكل اللي راح نحل المسائل حلو حلو الان خلصنا من الجزئية الاولى السؤال ايش اعطاك خلنا مسح انا هذي الاحمر خليك خلها بالازرق سؤال ايش اعطاك قلق 6.25 مليون ييرز بعد كل 6.25 مليون ييرز هذه مادي راح تطمح الهالف لايف هو نفس ايش هو هذا هو الهالف لايف طيب ليش نحتاج هذه العلاقة يا اصحاب لماذا قلنا عشان نطلع ال n هذه ال n حلو حلو فانت الان تجيب ال دوتر ناخذ الاسود وهذه ال دوتر تنزل 31 تنزل ركز احنا احنا ايش نحتاج نحتاج الدوتر ايش تساوي تساوي 2 2 power n minus 1 تودي 1 الطرف الايسر قطع ايش هي 2 2 power n يساوي 5 هذا ال n الي ساوي 5 نمسح نقول ايش بلون الازرق هي نفس هي نفسها ايش هي هذي فالان يا اصحابك تملت معانا المعطيات خلاص ال n يساوي 5 ال half life معطا من السؤال بشكل مباشر بكل يسر سهولة ايش تساوي تقول ال age يساوي ال half life المعطا في السؤال 6 point 2 5 مضروبا في كام ال n اللي لان طلعتها من علاقة الشي اسمونا ال parent to daughter اللي هي كام خمسة وبالتالي يطاع لك كام 31.25 million years هذا كان سؤال بكل بساطة نفس السؤالين الماضيين لكن انت الان لازم ايش سوي هذا الحركة ما راح يعطيك العلاقة مباشرة لازم في هذه السؤال يقول لك سببوز the ratio of radioactive baron to stable daughter isotope in a mineral within an ingenuous rock is 12.5 to 87.5 the half life of the baron isotope is 7.13 multiplied by 10 to the power 8 years how old is the rock sample نفس الكلام سهل مرة اول شي اعطيك العلاقة ال اش قال لك baron to daughter صح صح اللي هي وين ها يا صاحبي ها هي لكنها غير مبسطة شا تسوي تقوم تحط هنا تقول هنا 12.5 to 87.5 نقسم على العدد الاصغر 12.5 هنا نقسم 12.5 ها ايش تصير تصير هنا 1 الطرف الايسر نقسم 78.5 قسم 11.5 يطع معنا 7 فهذه العلاقة اها هذا ايش قلنا من البداية هذا ايش هذا الparent وهذه الdaughter احنا ايش نهتف في في الdaughter طيب ليش نحتاج هذه الشيء عشان نقدر نتحرق من هنا الى نحن نوجد ايش ال number of half lives حلو عدد مرات الاطم محلال ف two to the power n minus 1 يساوي يساوي الdaughter كم الdaughter 7 وبالتالي نمدي الواحد طرف الثاني سير two to the power n يساوي 8 وفي الختام n يساوي 3 الآن زي ما قلنا في السئلة الماضية هذا n تمثل هذا n في المعادلة اللي حنا نحتاجها هل الhalf life معطة نقول نعم ركز the half life of the parent isotope is 7.13 multiplied to 10 to the power 8 حلو الآن خلاص اختام لت قطاع الوحجية الage يساوي الhalf life اللي هو كم طلعنا أو عفوا كم في المعطة 7.13 ضرب 10 أو 8 مضروبا في العدد اللي طلعنا هنا اللي هو يساوي ثلاثة فلما تضربها يا صاحبي راح يطعم ك جوبكم 21.39 ضرب 10 أو 8 يرز خلوني نشوف السؤال اللي بعده في هذا السؤال يقول لك an igneous rock sample was dated was dated using a radioactive isotope measurements indicate that the age of the rock is 4.4 billion years if the half life of the isotope is 1.1 billion years what is the ratio of parent to daughter isotopes in the igneous rock طبعا هذا الكلم igneous معناتها ناري igneous rock صر حجر ناري ما يحتاج تعرف المعلومة بس لا تنصدم إذا شفتها أوكي أنا أحل عشان أوضح لك أنك ما تحتاج فكافليري عشان تحل السؤال فنرجع إيه نعم إيش أعطاك أو إيش القوانين نحتاجك إنها ذولي صح ممتاز قال لك the age of the rock ها دي السؤال مع ما غير صح قال لك the age of the rock is 4.4 billion years اللي هو نفس إيش هو هذا أنا رح أمسو حش شكلنا مو بحلو حلو if the half life of the isotope is 1.1 billion years if the age half life of the isotope is 1.1 billion years هو نفس إيش هو نفس الhalf life اللي هنا حلو حلو فالآن يا أصحاب نجي ونعوث المعطيات أول شي قال لك كم عمره قال لك العمر 4.4 billion years يساوي and half life أطاقيا 1.1 مضروبا في كم مضروبا في أن ومن هنا يمجدنا نعرف قيمة الأن طيب خلن أخلب الأزرق الأن في هذه الحالة كم يساوي يساوي أربعة طيب إيش راح يفيدنا هذه الأربعة هذه الأن في السها هي هي هنا ولهذا السبب حنا نحتاجها طيب هذا إيش العلاقة اللي قال لك قال لك البرنت هنا كم راح يكون راح يكون واحد صح ممتاز البرنت راح يكون واحد كل خيارات هنا إيش واحد يعني ما هي حتى فارقة معنا أوكي الدوتر كم راح يكون راح يكون 2 to the power n minus 1 طيب ال-n هذه كم تساوي نقول هنا إيش تساوي 2 ال-n كم طلعناها number of half lives كم مرة اطمحل 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 العنصر اطمحل هذه الصخرة حلو تحولت من عنصر لعنصر آخر فالآن طلعناها 4 ومن القانون النفس إيش minus 1 فبالتالي 2 4 ساوي 16 minus 1 ساوي 15 فالدوتر ساوي كم ساوي 15 فالآن أي الخيارات الدوتر حقت 15 وبس هذا الخيار 1 to 15 زي ما تلاحظون parent it's always 1 أما الدوتر يتغير إيش اللي تحتاج عشان تعرف كم الدوتر number of half lives كم عدد هذا الآن فقط لا غير سؤال جدا سهل وله بصعب زي الأسئلة الباقية خلو نشوف إيش سؤالي لبعده في هذا السؤال يقولك suppose the ratio of radioactive baron to stable doter isotope in a mineral within an igneous rock is 3 to 45 if the absolute age of the rock is measured to be 1.4 multiplied by 10 to the power 8 years what is the half life of the isotopes نفس الكلام نحط هذولي عطاك العلاقة parent to daughter ثلاثة البرد عفوا الدوتر هو الخمسة عش لما تبسطها فيبسط حاله ال parents دائما نكون ون ممتاز ممتاز فالدوتر الآن عدنا خمسطعش اشقنا عن الدوتر هذا خمسطعش يا أصحاب تساوي 2 to the power n minus 1 بالتالي 16 يساوي 2 to the power n وبالتالي ال n يساوي 4 حلو الآن نفس الكلام هذي ال n ايش هي هذي ال n طلعناها هي number of half lives كما رض محل حلو هل عطاني في السؤال ال age يس عطاني ال age يا صاحبي قال لك if the absolute age of the rock is measured to become 1.4 multiplied by 10 to the power 8 حلو فلن هش نساوي ها تنزل كذا تقول عطاني العمر المطلق كم 1.4 ضرب 10 أو 8 ويساوي half life مضروبا بال n كم ال n ب 4 هل بدنا نطلع ال half life نقول ياسري that you can do it ال half life بهذا الحالة تساوي كم تساوي 3.5 ضرب 10 أو 7 years بهذا البساطة ايش حلين السؤال في هذا السؤال يقول the half life of potassium 40 is 1.3 billion years if a rock sample contains 0.10% of this radio isotope today what was its percentage in the rock 3.9 billion years ago هذا السؤال قد يكون مختلف لكن صدقوني أنها جدا 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 سهل إذا أنت كنت فهم مفهوم عمر النصف حلو أنا أشرحها بطريقة في بداية هذا هذا هو الخط الزمني هنا عندنا future المستقبل وهنا عندنا ايش الماضي اللي هو البست وإحنا بهذه النقطة فوين الله عليك في present في الحاضر طيب ايش قالك في السؤال قالك if a rock sample contains هذه نسبة of this radio isotope today اليوم الحين في هذه الثانية حلو كم قال نمشي هنا ولا هنا طبعا بتقول الرضا رح نمشي للماضي نقول what was وقال هنا ago يعني عندك حجال يليلين انك تعرف انه راح للماضي حلو حلو فالآن فالآن يا أصحاب زي ما انتم عارفين ان لما نعد العمر النصف للحجر نصف الكمية المادر تحول الى مادة اخرى زي ما شفنا في بداية الدرس حلو لكن الآن ما نحن راح للمستقبل طيب لما نروح لمستقبل نقسم على اثنين صح يعني مثلا عندنا زي ما قلنا في درس 4000 درة كاربون لما نمشي للمستقبل قد صيرها 2000 بعدين نصر 1000 بعدين نصر 500 قلية تتقسم على اثنين لكن لما نروح للماضي حلو نقعد نضرب اثنين صح الآن عندنا مثلا 4000 أول كان 8000 بعدين كان 16000 و إلى هذه الحالة فالآن نجي نكتب ها لما نروح للماضي إلى future شن سوي نقسم الكمية على اثنين نقسم الparent على اثنين لكن لما نروح من present إلى الماضي من present إلى البast نضرب اثنين طيب لو أنا سألتك قلتك بعد 1.3 billion years له العمر النص زي ما نقال لك هنا بعد 1.3 billion years هنا حلو بعد 1.3 billion years كم رح تكون نسبة المادة وتقول لي سهل يريد قسم هذه على اثنين صح تصير ايش صفر فاصلة صفر 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 خمسة صفر عدل عدل لكن الآن نعكس الاتجاه بدلا نقسم رح نضرب ب اثنين فهنا كان عندنا صفر 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 عشرة قبل 1.3 billion years حلو مثلا أو أوكي خلنقول لنا هنا قبل 1.3 billion years كان عندنا صفر فاصلة صفر اثنين صفر حلو هذا ايش خلنمسح هدول هذا من هنا الى هنا لو رجعنا الى الوراء become 1.3 billion years حلو خلنرجع 1.3 billion years بعد كم رح يكون عندنا صفر فاصلة صفر 40 اش قاعدين نساوي يا شباب ها ركز معي طبعا هنا بيرسنت ايضا قالي نضرب ايش نضرب اثنين نضرب اثنين حلو ايضا هيا سوينا قلنا نرجع 1.3 billion years ف ايضا خلون نرجع مرة اخرى كم 1.3 billion years كم رح يكون عندنا صفر فاصلة صفر في مانية صفر في المية ضير الآن رجعنا كم تقول ريضا رجعنا 1.3 billion years 1.3 billion years 1.3 1.3 billion years اجمع هذول كلهم كم يصير الله الله عليك يصير 3.9 billion years ألا هل هل هي هذة المدة اللي طلبها مننا هذا هو المطلوب قال يا صاحبي ارجع 3.9 بليون سنة الى الوراء وشوف كم نسبة المادة حلو فلما رجعنا لهذه العدل 3.9 billion years اختفنا ان قلنا عندنا كم 0.08 بالمية في طريقة اخرى لحل هذا السؤال حلو احنا الان زي ما هو موضح عندنا ايش عندنا half life صح الهو كم 1.3 billion years هل عطاك الان كيف اطلع الان يعني احنا الآن بالتجريب عرفنا الان كم مرة قلنا ثلاث مرات طالع هنا ضرب الثنين برضو فرجعنا ثلاث مرات الى الوراء في معناته ان هذا الان تساوي كم تساوي ثلاثة في 3.9 بليون سنة لاحظ في 3.9 بليون سنة كم كان عندنا 1.3 تقول رضا عندنا ثلاث مرات 1.3 يعني راح يكون هناك ثلاث مرات للعمر النصف فالآن عرفنا بس ايش المشكلة لشان نمحلت بالقانون عشان في السؤال ما كان فيه ايج كان فيه ايش كان فيه نسبة المادة فلما تقول اه يلا بعوض يلا الهات لايف كم 1.3 اللي بتقول ضرب الانس وثلاثة بيطالك كم 3.9 حلو بتقول ريضا 3.9 which is not one of the answers ما هي موجودة في الأجوبة صح لأنه مطلب الage طلب النسبة حلو فما لك إلا ايش هذه الطريقة لأنها أفضل وذاتنا ايش يمجيك ان تشوفها وتستحضرها بشكل أسرع ف يمجيك تقول هذه النسبة اللي عندنا إياها اللي هي كم قال لك 0.01 بالمية يمجيك تضربها بايش بإثنين وثلاثة اللي هي نفسها ثلاثة هنا ويطلع كم معانا جواب 0.08 0 بالمية اللي هو ايش نفس الشي اللي تسوينا هنا رجعنا تك 1.3 billion years فضربنا باثنين ضربنا باثنين ضربنا باثنين قال هو ايش لهم هذول الثلاثة نفسها 2 2 power 3 فأنا أقول صراحة حلها بطريقة الخط الزمني أفضل لك خصوصا إذا ما كان مطف السؤال age ولا كان في المعطيات age تبتري من present تقول كم نسبة لعجني إياها 0 0 10 إذا رحت للماضي تضرب 2 إذا رحت الفيوتر وش تسوي نقسم على 2 وباس خلون نشوف السؤال اللي بعد في هذا السؤال اللي ما أعرف صراحة ونحط ه موضح هي فقط مسألة تعريف و superposition هو أهم واحد وهذا النظرية أو اللي حلين عليها جميع السؤال الماضية أما original horizontal ما معناتها sedimentary rock layers are reposited as horizontal or nearly horizontal layers زي ما رأينا طبقات صيرة كذلك باختصار طبقات صخرية ايش صيرة صيرة كذلك والcross categor relationships اللي شفناها في بداية الأسئلة مدام إذا ما خمس والأول يقول an intrusion or a fault is younger than the rock layer that it cuts a cross ايش معنى هذي الكلام يا ريضا زي ما قلنا أدونا طبقة واحدة أدونا بعدين جاءت فوق طبقة ثانية بعدين جاءت طبقة ايش طبقة ثالثة إيش ممكن يصير نجي مثلا لون أوكي لون الأخضر جاءت lintrogen صح في حالة lintrogen شي تلاحظون حتى وأنا أرسمن ملاحظ أن آخر شيء أرسمته هو لون الأخضر طيب هذا lintrogen اللي بلون الأخضر إز يون مقر ليش لأن قطع الطبقة الأولى قطع الطبقة الثانية أوكي هل يبدين نضمن الثالثة يبدين نضمن الثالثة إذا كان فوقه أو لتحته مرة بسيط خلونا الآن نشوف سؤال البعد في هذا السؤال يقول لك في هذا نوع السؤال وهي ثاني فكرة عندنا إياها اليوم وهي جدا جدا أبصد من القسم الأول حق الف بكل بساطة وسهل وسهولة نقول القاعدة العامة الطبقة اللي تحت رح تكون هي الأقدم أكيد هي جات أول بعدين بعوامل الطبيعة جات هذي طبقة فوقها جات طبقة هذي فوقها جات طبقة هذي فوقها وجات هذي طبقة فوق ها طيب الطبقة اللي فوق رح تكون ايش خنكتب خنكتب الطبقة أو الشيء أو خنكتب شيء اللي اللي فوق راح يكون الأجدد إيش معنى الأجدد يعني أصغرهم عمرا صح فبكتب بين قوسين إيش الأصغر حلو الآن إيش قلنا طبعا هذي قاعدة عامة لها حالة شاذة بحكم العوامل طبيعينا ممكن تصير بالحياة شنو أول شيء يجا أو شنو طبعا سؤال اللي راتبه من يون قيست الأصغر إلى الأقدم حلو حلو فالأقدم هو إيش هو الأجدد ال ه هو آخر شيء يجا بعدين جل ج بعدين جل أف آها الآن تبتدي لحظة التفكير شنو آخر شيء جا منهم هل جا هذي شيء الفولت اللي كأن زل ضرب ولجا هذا ال انتروجن أو جس C وال A طيب طاعد عن شكتبت لك هنا شيء اللي فوق رح يكون الأجدل أو الأصغر طيب أول شيء خلن نخلص من الآن بين C وال B وال D أيهم فوق الثاني بتقول يريضا واضح ال B أجدد أو خلن نقول عمرها أصغر من C لماذا لأن هي اللي فوق يعني لو خلن اختار اللون مشابه أشوف أوكي خلن نقول هذا اللون مثلا ولو أنا مرة بعيد أوكي لو كانت كذا مثلا معناته أن لا C هي C الأصغر لكن جاء شيء فوق ها هو ال انتروجن طيب هال ال انتروجن فوق وشي نقول نعم فوق وشي اللي هو الفولت هذا الفولت شخط ال انتروجن زي ما شخط بقية الأشياء في إيش معناته معناته أول شيء جبنا طبقة A طيب هذا طبقة A بعدين جبنا الطبقة C بعدين ايش جاء خلنا غير اللون بعدين او 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 بعدين جاء ايش جاء ال انتروجن ممتاز بعدين ايش صار جاء شيء ذلك كان خط كان زلزال وشخط هم كل هم حلو حلو فبالتالي ايش صار هذي ال layers طبقات تحسنهم ايش انقطعوا فبالتالي الاجدد من بينهم هو Fault هو اخر شيء لان انقطع الاول والتالي فايش قلنا قلنا H ثم G هلنكتب هنا 1 1 2 3 بعدين قلنا 4 الفault ليش لانه قطع A وقطع الانتروجن والانتروجن هو فوق C فبالتالي رح يكون الفولت هو الاصغر عمرا منهم فنقول عنا 4 طيب الآن زي ما قلنا مدام ان هذا القطعة صارت فوق الطابقة C معناته ان الانتروجن عمره اصغر من عمر C فايضا الانتروجن نعطي كام رقم 5 الآن وبكل بساطة نقدر نكمل نقول خلاص سهلا حين صار من فوق لتحت فنرجع نقول C ثم A العبرة قل العبرة وانا عارف العبرة بالانتروجن والفولتز هذا الشيء اللي لازم تتبه منه مع الاسئلة رح يكون جدا جدا واضح فخلوني الآن بدون نطيل الكلام في هذا السؤال ونوضح هو أكثر ما هو واضح تعال معي في سؤالي بعد لتوضح الفكرة في هذا سؤال قالك يقولك في هذا السؤال يقولك في هذا السؤال إيش العكس من الأقدم إلى الأجدد من الأكبر إلى الأصغر فنحن رح نمشي إيش الشيء اللي فوق رح يكون هو إيش هو الأصغر حلو والعكس تماما صحيح شنو عكسها الشيء اللي تحت رح يكون الأقدم وبين قوسين إيش الأكبر أو خلنقول آآ ياس الأكبر الأكبر عمران حلو فالآن الشيء اللي تحت رح يكون إيش الأقدم فشنو أخذر شيء تحت عندنا هذي الطبقة أف بعدها رح نكتب وان هنا هذي الأف هي وان بعدها إيش الأي بعدها الدي بعدها السي بعدها إيش ال ب اللي هي إيش خمسة حلو الآن خلصنا من الجزء السهل أوكي خلصنا من إيش الجزء السهل إيش اللي علينا اللي علينا يا أصحاب هذا الشيء الآن نرتبهم الأي والج والأتش كيف رح نعرف نرتبهم أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء هذه الجي تيما انت شايف يا صاحبي فوق هذا الخط الأبيض شفتوا هذا الخط الأبيض هذا الخط الأبيض أو خلنا نشرع عليه بلون ثاني يس هذا الخط الأبيض شفتوا هذا هو تحت الجي وأيضا الـ تحت الجي طالع الجي الجي إيش جات جات فوق الأتش وأيضا جات فوق الأي إيش معنى هذا الكلام طالع معي الشاي اللي تحت رح يكون الأقدم طيب الجي فوقهم كلهم صح؟ الجي فوق الـ 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 فوق كل الطبقات هي تقطعهم كلهم ما حد قطعها فإيش معنى هذا الكلام؟ معناته أن أصلا من البداية أنت عرف أن الجي هي الأصغر هي آخر شيء جات فإذا انت علاش هذه الكلام بتقول هذي خطأ هذي خطأ هذي خطأ هذي خطأ هذي خطأ فبقى معك إيش خيارين طيب الآن وأنو يوقتي قنى أن الجي جاء فوقهم كلهم صح فهو الإيش هو الأصغر عمرا فبالتالي الآن التحدي بين A و H أي واحد جاء منهم ما نعرف أي واحد جاء منهم هذا هو الجواب النهائي من المستحيل أنك تعرف أي واحد جاء منهم قبل ليش؟ لأن كلاهما لا يقطع الآخر حنا كيف نعرف الأقدم من الأجدد قلنا إذا كانت الطابقة فوق الطابقة الأخرى صح طيب ال H ما هي فوق ال A ال H هذي ما هي فوق ال A ولا ال A فوق ال H فمن السحالة نحن نعرف لو مثلا مثلا نجيب لون الأبيض وصوينا كذا خط أوكي آها هنا إيش يمديك تقول مديك الآن تقول أن ال H هذي فوق الخط الأبيض خط الأبيض بدأ مثلا كان خط الأبيض امتدارك كذا صح لكن جاء ال H وجاء فوقه فهنا يمدين نقول أوكي ال H جاء فوق الفولت الخط الأبيض فنقدر نقول أن ال A هو أقدم لكن مدام مهم أنهم ما يقطعون بعض ما يمديننا نعرف فبالتالي نقول إيش ما نعرف H أو A لو نراجع لو نراجع الأجوبة يعني صح قلنا إحنا متقنين أن ال G هذي ال G هي الأصغر عمرا ليش لأنها فوقهم كلهم فخلاص خلونا نشوف هو هنا إيش سوا قال ال H أول شي بعدين ال F حلو تعرفون إيش معنى ال H أول بعدين ال F معنات يا أصحاب أن الشكل مفرضيكم زي كذا شكل مفرضيكم زي كذا إذا فعلا هذا ال F جاء بعد ال H طيب لكن من البداية تعرف أن خيار H هو خيار خاطئ وجوابنا هو جواب E في أسئلة كثيرة جدا مشابهة لهذه الأسئلة أنا اخترت ثلاثة أسئلة فقط لكي نختصر لكن أتمنى أن المفهوم واضح دعونا نروح لأخذ السؤال عندني فيه ترتيب الطبقات في هذا السؤال يقول Columns I and double I and the figure below contains rock layer ZYS الأول الثاني Q X R both columns were taken from the same deck side كلا قام يحفروا من نفس المساحية ما هو والله مكان بعيد layer layer ZS and Q contain index fossils by comparing the two columns which layer is the oldest ما قلنا ما قلنا ما قلنا ما قلنا لتحت ما قلنا سيكون الأقدم جيد وامتاز هنا ما قلنا هذا السؤال layers ZSQ ZSQ contain index fossils هلو تحتوي على قطع أثرية أحفورية عفو ليس بالأثرية ولو نقانة أثري فعلا قطع ايش أحفورية وزي ما تلاحظ ركز معايا وانا قدر انك انت اكتشفت هاد الشي ما شاء الله عليك سطورة الاس هي نفسها ايش هي نفسها الكيو صح نفس القطع بالضبط ايش معنى هذا الكلام معناتها يا صاحبي انهما بنفس العمر اوكي عمر الاس هو نفس عمر الكيو لكن بعوامل الطبيعة مثل التعرية سبحان الله في قطعة راحة فوق وفي قطعة بقى الثحت ممتاز ممتاز الاس هي ايش بنفس عمر الكيو فيهم نفس القطعة الحفورية اللهم واحد سبحان الله صار فوق وثاني صار تحت بعوامل الطبيعة فنجي الآن نمسح هذولي نجيب كذا الاس هي نفس هايش هي نفس الاس الاس هايش تساوي الاس والاس زي ما قلنا قبل شوي اكبر من الواي والاي اكبر من الز وال زي ما قلنا كيو ساوي اس والاكس اكبر من الاس والار اكبر من الاكس طيب الآن سبحان الله لما صوينا هذا الشيء ايش طلع معنا طلع معنا يا صاحب ان الار هو اكبر هم صح الار هو اكبر هم ما في الا هذه الطريقة ان اختح له السؤال زي ما قلنا تقول هنا الاس اكبر من الواي اكبر من الز هنا الار اكبر من الاكس اكبر من القيو قد ان الواحد يقول ايش قال الرضا انت حطيتها بشكل معين انا بعكس بسوي كذا او لا العكس كذا نقول على اي اساس سويت كذا مثلا هل زي يساوي الار لا او ما يحتاج اصلا تحطها بهذا الشكل لان حطيتها الاخ المستطيع قاد انك تقول ايش مدام ان الاس يساوي الكيو انا بشي لهذه الكيو بحط اس وبس فايش معناته معناته ان برضو الار اكبر من الاس وبس هذا كان السؤال في تجواب ايش هو الار هي الاقدم في هذا السؤال يقول لك نجد الاس 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 ايش 4 خيارات و ثاني نان نترك حاليا ايش النان في ديس يقول لك الخيار دية صاحبي طبعا principle of superposition هو الprincipal هو الافتراض اللي ايش نحن مشينا عليه في اسئلة الماضية لما نحن نعطي العمر للطبقات الارضية حلو ف superposition هذي ايش يقول يقول الاصغر يكون فوق وهنا هو ايش قال قال اللي فوق هو الاكبر صح فهو الان عكس الكلام فبالتالي خيار دي خيار خاط خيار سي there must be a mistake in measuring the age of this liar تعرفوا من اشعب هذه الجملة برأيي كلمة must كان يقول 100% في خطأ في الحزابات لاحظ كأنه في ايش 100% في خطأ في جزم كبير جزم قوي انه في خطأ لا ترقعها في خطأ في خطأ حلو فهذا الجزم ايضا خاطئ وراح نشوف بعد شوال ايش خيار the principle of superposition is not always accurate يعني مو لازم في حالتنا ايش اعطاك هذا اللاير هذه الطبقة بعد ناس طبقتين هنا عريتين ناس من الطبقة بعد حلو هنا هو ايش قال قال youngest at the top هنا الاصغر بينما التاحات هي الاكبر حلو عكس الى الماضي ليش حلو احنا اول خذنا العكس الاصغر هي العفون عفون عفون انا غلط انا غلط فهذا سؤال ايش سؤال يقول الاكبر هي الفوق وتحت هي الاصغر في هذا السؤال طيب superposition لا يقول العكس ال هنا هي الاكبر حلو فليش يعني الحين احنا اكشفنا فعلا هذا الكلام اللي عطاني هاته السؤال مخالف للتعريف حقنا حق superposition لكن لاحظ ايش قالك هنا يا صاحبي undisturbed يعني اذا ما كان في ظهير طبيعية كذا توجي طبقة فوق وثاني جذها تحت هذا الكلام صحيح وهنا ايش قالك في الخيار اي قالك layers must have been overturned by some structural structural disturbance حلو اذا فعلا الطبقة اللي فوق هي الاكبر الطبقة اللي تحت هي الاسخر اكيد كان في اضطرابات ارضية خل ودة الطبقة من تحت لفوق وفي طبقة من تحت الى عفوا من فوق الى تحت ف superposition is is right بس مو بهذه الحالة طيب مو تكون right اعطاك condition قالك لما نكون عندنا اضطرابات undisturbed sequence of sedimentary rough layers فأنت الآن تترك هذا الخيار بي على الجنب وتقول اوكي layers must have been overturned by some traction disturbance هذه الصح هذه الحالة التي توافق حالتنا ف تصحيح بي the principle of superposition is always accurate بس بإيش إذا ما كان في اضطراب في طبقات الأرضية ف بالتالي خيار بي خيار خاطئ فيبقى معنا او 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 خطئ مدام ان او جوابنا الصحيح في آخر السؤالين عندنا إياهم اليوم هم جدا سهلين which of the following geologic time units is longest وبسؤال ايضان ثاني يقول is the shortest عقيدة حاطيت بنفس الصفحة او كي زي ما حني اصحاب عندنا والله ثانية عندنا بعد دقيقة بعد عندنا ساعة بعد عندنا يوم بعدين سبور بعدين شهر بعدين سنة نفس الشيء عندنا ايبوكس بيريد ايروز ايونز اوكي الايونز رحت الآن محبا ترجم الشيء العربية هو الدهر لان سبحان الله حتما غير حال ترجمها ما في تفريقة شفتها صريحة لهذه المستميات خصوصا بين ايروز العصر وال ايبوكس فبالتالي نحن نعرف بس انك تعرف ما شفت ان هل هو اعطاك مدة ولا لا ملي متأكد لكن عليك انك تعرف يا صاحبي هو ان الايونز هي اكبر حق في زمنية فبالتالي جوابنا رح يكون ايش هو الايون وفي الصالة رح يكون عندنا ايش هو الايبوك اد انا فعلا تلخبط لما نترجمها لان مرادفاتها كثير قاعد ان اترجمها تعطيك ان ايبوكس هو مرادف للايون سبحان الله ما ادري شلون ف دائما تايب هذول السئلة في ترم قبل ما دخل كلهم ما بعد دخل من الجامعة كلهم جاءوا قبل دخل الجامعة واحد 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 ثاني واحد سألة قديمة لكن انجل تحط احتياط ايش تحط اهتمامك على هذه السئلة وهي جدا سهلة وهي في الجيب فبهذا يا اصحاب نخدم هذا الدرس ومفقين لكم خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته